بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بهذا التوتوريال سأشرح عن تطبيق فارم مايند طبعا هذا التطبيق هو بإصداره الثاني الحديث وتم إضافة ميزتين جداد له ميزة الأحياة فارم مايند وميزة فارم مايند طبعا الأحياة فارم مايند هو موقع جديد لنا نحن خارج الفيسبوك ما رحنا بقى دائما موجودين ضمن الفيسبوك فبالنسبة للأحياة فارم مايند ستشوفوا أنه وحتى تفتحوا الموقع وهو فارم مايند.نت ستلاقوا أنه الموقع يحوي على عدة تبويبات من بينها تبويبات فيه اسمه فارم مايند نتورك إذا سنشوف مثل كأنه فيسبوك فيكم تتفوتوا على اللاب توب أو عن طريق أجهز المبايل الحديثة وتتصفحوا كل شيء فيديو حتى موجودة ضمن هذا التبويب فيكم كمان تشوفوه حتى هذا الفيديو لأنه اللي عم صوره سيكون موجود هناك إذا كما ترون حتى يمكن أن تصفحوا الفيديو طبعا شكل الفيديو ضمن التطبيق ولكن على الموقع ما سيكون هكذا شكله على كل حال هنا شغالين وفيكم أنتوا تشوفوهن الفارم مايند نتورك هذا التبويب هو نفسه هتلاقوه موجود ضمن الاصدار الجديد ضمن تطبيق الفارم مايند إذا اسمها الميزة أحياء فارم مايند نتورك إذا كل شيء أسئلة وأجوبة خارج الفيسبوك مرتبة ومنظمة حتى في فيديو سيكون حول أنه كيف أنتوا تتعاملوا مع هذه المنصة الجديدة مدته حوالي عشرين دقيقة فيكم أنتوا تشوفوه بالتفصيل أنا شارح عنه وحتشوفوا أنه كيف نحن فينا نستخدم هذه المنصة هاي بترتيب الأسئلة بطرح الأسئلة بالإجابات بأنه تجينا أشعارات أنه صار في عنا سؤال جديد أو إجابة جديدة هلأ كما في عنا بالنسبة للأسئلة كل شيء أسئلة وأجوبة ستشوفوها هون كل شيء أسئلة وأجوبة موجودة وين على خارج الفيسبوك على أحياها فارم مايند طبعا الأسئلة ستكون مختلفة عن الأسئلة أنا أطرحها على الفيسبوك بما أنكم موجودين فكل شيء ستشوفوهون بالنسبة لأحياها ماستر مايند جروب هي مجموعتنا على الفيسبوك وهي المجموعة كمان بتم طرح حوالي المئة سؤال شهريا وفي كثير من السادلة اللي بناقشوا هالأسئلة هاي وهتشوفو أنه هالأسئلة هاي بتتروح بين الصعبة والمتوسطة الصعبة وفي أسئلة سهلة كمان طبعا في عنا أكثر من سيستم مثلا إبقى متفاعلة مع أحياها عند وضع لايك أو تعليق على أي بوست ضمن مجموعتنا فتصلك عشرات الإشعارات لأي مشاركات أو تعليقات جديدة حتى لو تم نشر البوست منذ عدة أيام أو سابيع في عنا حتى السيستم اللي هو طبعا هتشوفوه ضمن المجموعة ما هيبين هون على التطبيق بتشوفوه بتشوفو بأيات المشاركات بالنسبة ل الفارماين questions and answers حكينا عنا latest activities حكينا عنا الجروب حكينا عنا والموقع هلا كيف نحن نحمل تطبيق الفارماين اللي أنا هلا عم بشرح لكم عليه طبعا هتحملوا وقت انتو تروحوا على موقعنا www.farmind.net بعدين طبعا انتو بتفتحوا هذا الرابط من الجهاز اللي انتو تكنت نزلوا عليه هذا التطبيق من الموبايل أو من تابلت بعدين تضغطوا على هذا الزر اللي هو install farmind 2.0 android app يعني الاصدار الثاني اصدار محدث ومطور كمان كما قلنا في عنا ميزة ان يكون في عنا اشعارات صوتية يعني في عندي هون notifications تجيكم شكل رنج أو نغمة انتو بتختاروها فانتو بتختاروا الرنج من هون طبعا بما انه هلا عم بشرح عن طريق اللابتوب وليس عن طريق جهاز تابلت فهي الميزة ما لا نفعله هون بأداة العرض فانتو تنزلوه على التابلت او الموبايل هتلاقوا انه في عنا هون مجموعة من نغمات الرنين انتو بتختاروها في عنكم مثلا اشعرشرين نغمة انتو بتختاروا الأنسب لكم وبالتالي اي سؤال او اي اجابة تجي على الميزة الجديدة اللي هي الميزة الجديدة هتطلع عنكم بكل سهولة وبالتالي فيكن انتو ضغرية تفتحوا التابلة وتتشوفوا شو آخر الأشياء الجديدة كمان في عندنا هون سويتش ثيم يلي انتو فيكن تغيروها من الأسود للأبيض أو من الأبيض للأسود متل ما لكم شايفين صاردونا أسود اللي هي المفضلة عنكم اكدر مثلا هذا البوست فينا نحط له ستار فيطلع عنا هون ضمن الستار انه أنا حاطت لهذا البوست ستار وبيطلع عندي هون كل بوستات انا عمل لهم ستار يعني هنما مفضلين عندي اوكي فيكن تتراجعوهون امتى ما بتكون إذن تطبيق حيوي وتفاعلي وجدًا حديث إن شاء الله نقدمنا شي للمهنة علمنا أننا كساد العرب متأخرين جدًا عن مهنة الصيدلة الموجودة بالغرب ولكن عسى أننا نحن نحاول ونبدل جهدنا ونستخدم التكنولوجيا بشكل جدًا رائع هلأ بالنهاية إذن إذا لم نطورنا حالنا ولم نتعبنا لحالنا لا سنستفيد شيء من أي تطبيق لا سنستفيد شيء من أي موقع فلازم نحن دائمًا نشتغل على حالنا ونستفيد من هذه التكنولوجيا بتطوير أنفسنا شكرا للمشاهدة ونرى لك